هنروح للسكواش مصطفى عسل حديث الميديا الرياضية الآن في مصر بيتصدر التصنيف العالمي في السكواش وده طبعاً للمرة الأولى في تاريخه وهو صاحب الواحد وعشرين عام في إنجاز كبير بعد ما فاز ببطولة هيوستن وبعد فوزه على مروان الشرباجي في قبل النهائي والفوز على محمد الشرباجي في النهائي الحقيقة كانت يعني من البطولات اللي توفق فيها مصطفى بشكل كبير وطبعاً كان المردود للنتائج دي هو تصدره التصنيف العالمي مصطفى الشارك في البطولات الكبيرة وهي بطولة جي بي مورجان أو بطولة الأبطال اللي هتبتدي النهاردة إن شاء الله لحد يوم 26 يناير ودي كمان في أمريكا مجموعة جوائزة 180 ألف دولار يعني هو طار من هيوستن راح هيوستن راح بطولة جي بي مورجان وبطولة مهمة بطولة من البطولات البلاتينيام في عالم السكواش عشان يأكد صدرته ويأكد تفوقه في كماركاز أول لأنه نخلي بالكم موسم السكواش بيخلص يعني إحنا ممكن على شهر 4 و 5 يكون انتهى الموسم فمهم جداً يفنش بصدارة التصنيف طبعاً فيه يعني مطبات ومصطفى بيتعرض لها أو قصص كده إحنا لا محتاجين في مرة هنتكلم عن الكلام ده لأنه الحقيقة إحنا لما نلاقي حد عندنا زي كده لازم نقف جنبه كلنا لازم نساعده ما تبقاش إن إحنا يعني مستقطرين على مصطفى إن هو بقى في صدارة التصنيف حماسي مصطفى أو حماسي مصطفى مصطفى بلعب بحماس في الملعب ده ما يزعلش حد ولازم يكون فيه احترافية ولازم يكون فيه يعني تقدير واحترام للجميع وللجميع فمصطفى إحنا بنناشد الاتحاد السكواش وأيضاً يعني الميديا والوسط السكواش إنه لازم نقف جنبه مصطفى مصطفى دلوقتي إحنا عندنا جاب كبيرة ما بين اللعبة اللي بتخلص دلوقتي وأولنا بعد كده مصطفى لازم نحافظ عليه يا إم خلاص إحنا ممكن نخسر يعني وضعنا في السكواش تلاتة أربعة خمس سنين لشان نطلع حد تاني بعد من فياريت ما يبقاش فيه طيار معاكس لدي مصطفى ياريت كلنا ننسى كل الأمور دي وكل الخلافات ويلاقي دعم من اتحاد لعبته عشان ما نجيش نبص نلاقي مصطفى إحنا كده عمالين نزقه نزقه نقوله لا إحنا بنحربك إحنا بنحربك مش عايزين يبقى فيه حاجة إحنا بنقول لدلوقتي نقص خطر يا جماعة وقفوا جنب مصطفى يا جماعة ده راجل متصدر التصنيف العالمي ولعيب يتمنى أي نادي أو أي اتحاد في العالم نلعب باسمه مش عايزين يبقى فيه طيار مضاد مصطفى احنا بنحذر أهو وبنقول يا جماعة خلي بالكم يا جماعة يا اتحاد سكواش عضو ما عاشفه مشاكله وزارة الشباب عضو ما عاشفه مشاكله عشان مش عايزين يحصل حاجة لا يا أحمد وقبل أن احنا مصطفى 21 سنة اللي بنفسه معاه 28 و29 سنة ففي عندنا سبع سنين هنخسرهم خلاص يعني السبع سمان سنين جايين دول مش عايزين حد في السكواش خالص ولا إيه فاحنا طبعا بنقول هنا وده دورنا احنا كبرنامج نساند هذا اللعب يا جماعة احنا بندق نقوص الخطر وهفكركم بكلامي ده افتكروا كلامي النهاردة حلقة الأربعة 18-12 خليكم فاكرين كلامي مش عايزين مصطفى يعني يبقى الطيار المعاكس بيعطله عن إنجازاته لبلده قبل نفسه احنا بنقول اهو وبنقول يا جماعة يا اتحاد يا وزارة عوضوا مع مصطفى عوضوا مع المدربينه شوف المشاكله انا مش هتكلم طبعا في المشاكل دي كلها ولكن أنا بقول إن فيه مشاكل الناس عرفاها وفي الوسط عرفها أعودوا مع مصطفى وشوفوا الوضوع مصطفى العيب كبير ولعيب كويس ولعيب لانتماء كبير جدا سواء للنادي الاهلي أو لنفسه أو لمصر فعايزين طبعا كل ده نحتضنه ونشوف الدنيا إيه ونقف جنب هذا اللعب مصطفى العيب كبير جدا